افتتح معرض هندسة الفضاء المأهول الصينية في هون كونج يوم أمس الخميس حيث قيم المعرض في مكانين هما متحف هون كونج للعلوم ومتحف هون كونج للتاريخ وشملت المعرضات الرئيسية نماذج مجموعة المحطة الفضائية ومنتجات المركبات الرئيسية للهبوط القمري المأهول المستقبلي وغيرها من النماذج كما تعرض بدلات الفضاء في المقصورة وكبسولة العودة للمركبة الفضائية الشنجو الثلاثة عشر ومعروضات مدية أخرى وتعد هذه أول مرة تعرض فيها عملية التطوير وإنجازات البناء في هندسة الفضاء بشكل شامل ومنهجي في مجتمع هون كونج